طبعا كلنا عرفنا التحديث الجديد اللي اطلقته شركة اوبن اي اي وهو جي بي تي فور بوينت او. وعرفنا قدرته الرهيبة في تحليل الصور بسرعة جدا. يعني مسلا لو كنت حطت له الصورة دي. والصورة دي بتعبر على النجاح والتفوق. وقلت له ممكن تحللي الصورة دي. وبعد كده دست على السهم اللي فوق ده. هنشوف هيحلل لنا الصورة دي ازاي? لاحظوا يا جماعة الصورة اللي حلل فيها الصورة اهو. تمام? بقول لك غالبا الصورة ترمز الى النجاح او الانتصار في التحدي او اكمال مهمة بنجاح. بالفيديو ده بقى اعرفكم ازاي ننزل البرنامج بتاع شات جي بي تي على التليفون. واعرفكم ازاي نفعل التحديث الجديد سواء على البرنامج او على المتصفح. طبعا انت اول حاجة هتعملها عشان تنزل البرنامج على التليفون هتدخل على الجوجل بلاي او المتجر. وبعد كده هتيجي في الخانة بتاعت السيرش بوكس وهتكتب كلمة جي بي تي. وبعد كده هتدوس سيرش. تمام? اول حاجة اما يفتح معك هتحمل الشات جي بي تي اللي هو تابع لشركة اوبن اي اي. وبعد كده بقى هتعمله تثبيت من هنا. تمام? طبعا البرنامج هيفتح معك بالشكل ده زي وزي المتصفح العادي. بس هتلاقي النسخة اللي متفعلة اللي هي تمام? طبع عشان نفعل بقى النسخة الجديدة اللي هي هنعمل ايه? هنيجي نسجل من هنا. تمام? هيفتح معايا بقى بالشكل ده. انت بقى طبعا هتسجل انا هسجل بالايميل اللي هو الجوجل بتاعي. هدوس على هنا تمام? وبعد كده هقول له الحساب ده. وبعد كده هعمل متابعة. هيحمل معايا اهو. وبعد كده هيرجع تاني. بعد كده هيقول لي معلومات عنك. بعد كده هكتب هنا التاريخي الميلاد هكتب مسلا اي حاجة عشرة عشرة الفين اي حاجة يعني واعمل هاجي هنا واقول له اوكي لتس جو. بعد كده هيعرض لك شات جي بي تي فور بوينت او. هيقول لك انك متاح تستخدم امكانيات محدودة لمميزاته. وبعد كده هنعمل هيفتح معنا بقى بالشكل ده. وعشان نعرف اللي هو اللي احنا بنستخدم جي بي تي فور بوينت او. هنيجي ندوس هنا. تمام? هيظهر معايا اللي هو اللي هو اللي هو استخدام محدود لجي بي تي فور بوينت او. بقى للطريقة اللي بعد كده لو انت عايز تفتح من متصفح جوجل كروم. هتيجي تعمل هنا في السيرش بوكس وتكتب جي بي تي. بعد كده هتدوس انتر. هيفتح معاك بالشكل ده هندوس على اول واحدة اللي هي شات جي بي تي. ونستنى لحزة لحد ما يفتح معناه. بعد ما فتح معنا هتلاقيه برضو لسه على الاصدار القديم اللي هو شات جي بي تي سري بوينت فايف. وعشان بقى نفعل اللي هو التحديس الجديد اللي هو جي بي تي فور بوينت او. هننزل تحت هنا ونعمل ساين اوب. تمام? ونستنى معنا اهو. بعد كده هننزل كونتينيو وز جوجل. انا هسجل بحساب بتاع جوجل بتاعي. بعد كده بقى هو فتح معايا هو. لو جيناك دوسنا على دي. تمام? هنلاقيه بيقول لك جي بي تي فور بوينت او اللي هو استخدام محدود لشات جي بي تي فور بوينت او. تعال بقى كده نجرب مسلا اي حاجة ونشوف السرعة اللي هيتعامل معنا بها. هنيجي مسلا نحط له صورة تانية ونقول له ممكن تحليلها لنا. اللي هي دي مسلا بتعبر عن السلام. واقول له ممكن. اهو. ممكن تحليلي. الصورة. وبعد كده هدوس على السهم للفوق ده. تمام? لحظوا بقى الصورة اللي هيحلل لنا الصورة دي بيها. هذه حمامة تظهر حمامة بيضاء. تمام? والحمامة دي بتعبر على السلام والنقاء اهو. زي ما انتم شايفين الصورة اللي حلل لنا بيها الصورة بتاعت. وطبعا زي ما قولنا انت ليك عدد محاولات معينة مع شات جي بي تي فور بوينت او. وبعد كده هيقفل معاك ويستنى لليوم اللي بعد كده. في الفيديو اللي جاي بقى هعرفكم طريقة جديدة ازاي نزود المحاولات دي في اليوم. ما تنسوش تعملونا اشتراك في القناة وتفعلو زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد معنا.